الصف الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخبره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا وسيئات عمالنا اللهم إنا نسألك أن تهدينا ليحسن الأفلاق لا يهدي ليحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت أما بعد أيها الإخوة والأخوة قالوا عادة في كتابه الكريم وإذ نقل على قلوب النظيم إن من أفضل الأعمال التي دعا إليها الشرح حسن الخلص ويشمل نوانب عديدة في حياة الفرد المصلم فيدخل تحته الأقوال والأعمال والعبادات والمعاملات المصلم يجب أن يتكون كثير الحياة قليل الأذى كثير الصلاح صدوق الليسان وكون الشرورا رفيقا شقيقا فإن لحسن الخلق آثار عظيمة في الدنيا يحبه الناد ويقدرونه وفي الآخر يدخل نيدانه ويجبه الهدى الرحمن نسأل الله أن يهدينا لإحسن الأفلاق والأقوال والإفعال ونسألك أن تجعلنا أحب عبادك إليك يا للجلال والإكرام ذلك واستخر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته